انعقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية بمقر حزب الاتحاد في إطار الحوار الوطنية وجاء الصالون بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد في الجمهورية الجديدة لمناقشة محور الهوية الوطنية وشارك بالصالون السياسي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ورئيس حزب مصر القومية بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد ورئيس حزب المصريين الأحرار وكذلك رئيس حزب مصر الديمقراطية الهوية المصرية ده أمن قومي السقافة المصرية ده أمن قومي لأنه النهاردة الشعوب بتتقدم وتزدهر بالحفاظ على هويتها الوطنية لأنها مرتبطة بوطنيتك وبلدك وانتمائك لمجتمعك وبلدك وأيضا قوة اقتصادك مرتبط بهويتك لأنه كل ما تتضافر الجهود وتتجمع لصالح الدولة تزدهر في كل شيء فتبقى رائد في الأعمال وتبقى عندك اقتصاد قوي وتحد من الأمراض وعندك كمان تحافظ على حضرتك وتاريخك إحنا بنرى أن الهوية الوطنية أيضا من أهميتها أن نحافظ على لغتنا العربية ونحافظ على الأجيال الجديدة والأجيال الصعيدة والحفاظ على الأجيال الجديدة والأجيال الصعيدة يتطلب أيضا أنه يبقى فيه مناهج مناهج تؤسس لذلك لذلك إحنا بنبحث في هذا الصالون إزاي نعالج المناهج الموجودة في المدرسة الدولية وإزاي تبقى لغة العربية لغة أساسية وإزاي تبقى الصباح وتحيط العلم أساسي لغة الطلاب مثلهم مثل كلاب المدرسة الحكومية أو مدارس الخاصة فكان لازم يبقى فيه من أحزاب المعارضة الوطنية أن تتعمل نوع من التوعية للشباب للمواطنين بعدم الانسياخ مع هؤلاء أعداء الوطن ليه؟ لأن مصر بخير فكرة الصالون السياسي فكرة بتيجي اتساقا مع الدعوة للحوار الوطني والحقيقة إحنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية لفكرة الحوار من عارضة إحنا شايفين الفكر المصري كل المفكرين وكل السياسيين وكل المثقفين في حالة حالة ازدهار حواري حالة عايزة أقول إرهيصات وحالة نقاش وحالة أفكار وعصف ذهني كله بيصب فيه المصلحة الوطنية لأن في الآخر لما كلنا بنجتمع حول هدف واحد هو ده اللي مطلوب في المرحلة الحالية أعتقد أن احنا في السنين اللي فاتت أنا من وجهة نظري خاصة أن مصر مرت بملحمة وطنية بمعنى الكلمة عنوان الصالون السياسي عن الهوية المصرية بيستكمل سلسلة الندوات اللي احنا بدأناها بالتنمية السياسية والحوق الإنسان وهي أهداف بنحاول من خلالها نصطف مع الدولة في هذه الملفات الشائكة والصعبة وبنكمل على جهود الدولة ببعض الأفكار وبعض الأطوحات والتوصيات اللي ممكن تكون مكملة لجهود كبيرة بتتبزل في هذه الملفات التلاتة المهمة جدا ملفنا النهاردة عن الهوية المصرية هو يمكن يكون الملف الأخطاء لأن تعرضت له الهوية المصرية خلال العشرة صين الأخيرة الأخيرة كان صراع كبير جدا ومحاولة تفتيت وتشويه وتوتير للهوية والشخصية المصرية الموضوع بيبدأ من نشأة يعني أنا شايفة أن مرحلة التعليم الأساسي دي مرحلة مهمة جدا أن إحنا نزرع في الأولاد الانتماء للوطن وإزاي يكونوا الهوية بتاعتهم عن طريق وسائل صحيحة لأننا دلوقتي طبعا عندي الرقمانة وعندي التحول الرقمي وعندي الحاجات دي كلها والولاد كمان الوزير التعليم عمل لهم أبحاث ودي حاجة حلوة جدا